وقبل ما أفرد بقى للموه للإيجيبشن كينج زي ما بيسموه في إنجلترا وليفر بول يمكن ده يكون أقوى مركاته في الترانسفر ماركت في أوروبا من 3-4 سنين فاتت أسماء وانتدابات على كل شكل والقون ونجوم كلهم العارضين طبعا الصفقة النهاردة الأبرز والأهم واللي صلطت عليها كل وسائل إعلام الضوء بشكل كبير جدا هي صفقة تجديد هكذا سميت هو تجديد بس هم قالوا أنها الصفقة الأبرز في العالم في الموسم الحالي وهو تجديد محمد صلاح لتلات مواسم إضافية بعد كتير جدا من فترات الشد والجذب في الشهور الأخيرة كلام على أنه فشلت الصفقة فشل مكتمل الأركان كلام تاني بيقول على فتح باب المفاوضات كلام على انتقاله لPSG لا ده رايحة البرصة لا ده بعد ما مبابي مراحش الريال في احتمال كبير جدا صلاح يكون في الملكي الموسم اللي جاي لكن تم الإعلان عن غلق المفاوضات وتمام الاتفاق مع النجم المصري محمد صلاح للبقاء في الأنفل لمدة تلات سنوات إضافية طبعا صفقة بتعتبر الأغلى في تاريخ ليفر بول اللي هيستمر معهم صلاح لغاية عشرين وخمسة وعشرين في مقابل راتب أسبوعي تلتمية وخمسين ألف السليني يمكن هو مش الأعلى في الدوري الإنجليزي يمكن من حيث الترتيب أعتقد صلاح بيبقى في المركز الخامس بعد كريسانو رونالدو اللي بياخد خمسمائة وعشرة ألف سليني بعد كيفين دي بروينا نجمال سيتي بياخد ربعمائة ألف سليني بعد ديخية حالس مارما منشستر يونيتد وبعد كمان إيرلينغ هالند اللي بيتقاطط 875 ألف سليني في الأسبوع لكن مع وجود بنود إضافية في التعاقد من الممكن أنه صلاح يبقى النجم الأغلى في تاريخ بطولة البريمير ليج بشكل كبير جدا خلينا نقول حالكم في صفقات تانية كتيرة جدا قريبة جدا ومحتملة والأهم كريسانو رونالدو اللي ممكن يكون على بعد أيام قليلة جدا من الرحيل من منشستر يونيتد من أول ترافلد لصالح مين الأقرب حتى اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها هو إي أس روما يرجع مرة تانية للكالتشو للدوري الإيطالي لكن مش من بوابة اليوفي زي ما كان قبل كده لكن من بوابة إي أس روما وكلمة السر في الصفقة دي المحتملة هو طبعا جوزي مورينيو مدير الفني لإي أس روما وكلمة السر في الصفقة دي المحتملة